أهلا بكم من جديد. رفع البنك المركزي المصري الخميس الماضي أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% في محاولة منه لكبح التضخم والتغلب على موجات الغلاء التي تشهدها البلاد. وارتفع التضخم بنحو 35.7% في شهر يونيو الماضي متخطياً المعدل القياسي المتمثل في 30.6% سجل في أبريل من عام 2017 عقب التعويم الأول لللجنة عام 2016. وتوقعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي أن يبلغ التضخم ثروته في النصف الثاني من العام الجاري قبل أن يعاود الانخفاض نحو المعدلات المستهدفة والمعلنة سابقاً. للمزيد من المتابعة نرحب معنا من القاهرة بالسيد حمد الجمل وهو رئيس القسم الاقتصادي في دورية الأهرام العربي. أهلاً وسهلاً بك معنا. نبدأ معك بالأسباب التي تقف خلف هذه القطوة. رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%. وما المأمول منها؟ أتصور لو كان الأمر متعلق بالسياسة النقدية فقط فإن التضخم في مصر 40.13% فيما يتعلق بالتضخم العام. أما التضخم الأساسي الذي يصدره البنك المركزي فنتحدث عن 35.17%. وبالتالي إذا كنا نتحدث عن استهداف التضخم من قبل البنك المركزي فقط أو السياسة النقدية كان لابد من رفع سعر الفائدة حتى نصل إلى 36% على الأقل حتى لا تتآكل أموال المصريين الموجودة في البنوك. لكن التضخم في مصر مشكلته أنه يتعلق بالكثير من العامل. أولها هو انخفاض قيمة الجينيه بسبب بعض القرارات التي اتخذها الدولة المصرية منذ 3 نوفمبر 2016 بتخفيض قيمة الجينيه مقابل الدولار. فبالإضافة إلى التضخم المستورد من أمريكا حيث أن أمريكا ترفع سعر الفائدة بنسبة كبيرة جدا. وصلت في آخر مرة 5.4% وصلت 5.4%. كذلك ما حدث في الحرب الأوكرانية. فأعتقد أن التضخم في مصر التي تلاهي علاقة بزيادة كمية النقود المعروضة في الجهاز المصرفي. ولكن التضخم له أسباب تتعلق بالقفاض قيمة الجينيه وتدخل السياسة المالية والاقصدية في سياسة البنك المركزي أو في السياسة النقدية. أعتقد أن دور البنوك المركزية في العالم كله هو استدار التضخم. وذلك لو كان الأمر طبيعي في الاقتصاد المصري منذ عشرات السنين الماضية. كان البنك المركزي عندما تزيد كمية النقود يذهب إلى رفع سعر الفائدة. فاتجه الناس إلى البنوك بالإضخار. فينخفض معدر الضخم لأن الفلوس تقل. لكن اليوم هل لدينا فلوس كثيرة في البنك المركزي؟ لا أعتقد أن هناك أزنة كبيرة في الأموال الموجودة في الجهاز المصرفي. ولكن المشكلة تتعلق بأن لدينا مصر مشكلة إشكالية كبيرة. وهي أن السياسة المالية والاقتصادية تدار بيسر كبير جدا ودخل كثير من الأموال. أما هناك فيما تعلق بالسياسة النقدية وبنك المركزي فهناك تضييق. فبالتالي هذه الأشكالية لن تحل مشكلة الضخم ولن تحل أو ترفع قيمة الجين. نعم. كل الأنطار تتجه الآن. وبالتالي التضخم في مصر سيبقى. نعم. التضخم باقن. وكل الأنطار تتجه نحو التحركات المقبلة. الخطوات التي ستتخذ البعض يقول أن تعويم الجيني لابد منه آثن لمحالة. خاصة عندما ننظر إلى قيمة انخفاض الجيني مقابل الدولار خلال الأشهر الماضية انخفضت بنحو 50%. ومنذ شهر مارس آثار من العام الماضي هذه النسبة بلغت 50%. أنا ضد مصطلح التعويم. التعويم حدث في 3 نوفمبر 2016. ما يحدث اليوم هو استجابة لضغوط صندوق النقد الدولي. أنا في كتابي الذي أصدرته في عام 2017 كان عنوانه سلسية الشر في مصر. الاحتكار ما في التجار صندوق النقد الدولي. ما تعامل أحد مع صندوق النقد الدولي أو أخذ بيه توصياته إلا وكانت هذه المشاكل. والسؤال ماذا لو تم تخفيض قيمة الجيني مقابل الدولار إلى 50 أو 60 أو 70 أو 100 جيني لكل دولار؟ هل ستتحلل مشاكل الدولة المصرية؟ لن تتحلل مشاكل الدولة المصرية. ولكن المشكلة الأكبر عندما بدأنا في 3 نوفمبر بتخفيض خيمة الجينيه ظهرت المشاكل الاقتصادية أجم. بداية ارتفعت قيمة الأسعار على المواطنين. انخفض القوة الشرائية للطبق المتوسطة. زاد عدد الفقراء في مصر. إذا كانت طبق المتوسطة كانت 60% أعتقد أن حجم الفقراء اليوم يزيد عن 50 في المئة. وإذا استجابت الدولة المصرية مرة أخرى لتوصيات صندوق النقد فأعتقد كل دين مشكلة. وإعتقد أن الرئيس السيسي في آخر التصريح له عندما قال أن مسألة تتعلق بالأمن القومي المصري. لو كانت الدولة المصرية ثمعت آراء المصريين وعرفت أن التعامل مع صندوق النقد هو القاتل الاقتصادي. ما كنا وصلنا إلى هذه الحالة. مشكلتنا تتعلق به كلمة وحدة. الإنتاج ثم الإنتاج ثم الإنتاج ثم الإنتاج. أما فيما تعلق باللعب في الدولار مقابل الجليل. لن يفيد الدولة المصرية ولن يحل. نعم. الإنتاج بحسن للدولار. الإنتاج بالتأكيد. لكن عندما ذهبنا إلى الاقتراض والاقتراض بشكل كبير جدا. لم نقيم مشروعات إنتاجية. لم نقيم مصانع. لم نهتم بي الرقعة الزراعية ونقيم زراعات. تخيالي لو كل هذه المشروعات أنا متفق معها وموجودة. ولكن كان لدينا فن الأولويات. هل تخيالي معي لو كانت الدولة المصرية. ذهبت إلى العاصمة للدريجية وأنشأت أكبر مصنع فيها العالم لشيء ما. كما فعل عبد الناصر في الستينات والخمسينات. كنا سنذهب المصريين فرص عمل. ثم حوالي هذه المصانع يقومون المشروعات السكنية. ونبدأ نصدر. حتى فيما يتعلق بالسياحة. ويهي مورد بسيط جدا. السياحة المصرية. نحن لدينا مقاومات كثيرة جدا. ورغم ذلك نحن أقل دولة أو خامس دولة في العالم. تخيالي مثلا أن السعودية والإمارات أكثر مننا في السياحة. لأن المسألة تتعلق بالثقافة. تخيالي أن لو كان لدينا مشكلة الآن. ماذا علينا في الصيف؟ أن نذهب إلى السياحة. أن نقيم بعض الآليات والثقافات الموجودة. أن تذهب الدولة المصرية أو الشريطة المصرية إلى الأسواق السياحة. في القطاعات المحلية والدفع بها. لكن اليوم كيف يمكن للبنوك أن تستقطب السيولة؟ وكيف يمكن تعزيز ثقة المواطنين بهذه البنوك؟ وهم يخفون على قيمة مدخراتهم؟ لا. لا بس شوف. هذه البنوك المصرية على مر الزمان. الدولة المصرية على مر الأسور لم تتأخر يوما في سداد الأقصاد. البنوك المصرية لا نصل إلى لبنان. البنوك المصرية بالتأكيد هناك ثقة كبيرة جدا في البنوك المصرية. حتى أن فيما يتعلق بالأسبوع الماضي ومن الأربعة قبل الماضي. نعم. ولكن سيد حملي. لو سمحتني بعض أدوات. في وقت تزايد فيه الطلب على حيازة الدولار. في وقت تزايد فيه الطلب على حيازة الدولار. يرجى المواطنون إلى السوق الموازية أو ما يعرف بالسوق السوداء. لأن السعر أفضل من السعر الرسمي المقدم من البنوك. بالتأكيد لأن الدولة المصرية هي التي خلقت هذه المشكلة. وضعت نفسها وضعت الاقتصاد المصري في حلقة جهنمية من الصعب الفكاك منها. نحن نحتاج إلى معجزة حتى نخرج من هذا. بس بداية هناك أفكار كثيرة. بس يسمعوا الناس. يسمعوا الاقتصادين. فكرة الاقتصاد لا يدار بالقوة. الاقتصاد يدار بالعلم وبالرؤية. هل لدينا مشكلة؟ نعم لدينا مشكلة. إذا عترفنا اليوم والحكومة المصرية عترفت إيديها مشكلة. بالتأكيد هناك سبل للخروج من الأزمة. لكن في ظل الإصرار على هذه السياسة وأن السياسة المالية والاقتصادية تدخل بشكل كبير في سياسة البنك المركزي. فأعتقد لن نحلها المشكلة. مشكلة الدولار بقية. طالما بقيت هذه الإدارة بالتعامل مع هذا الشكل وهذا الملف. لدينا حلول كثيرة جدا. ولكن حتى فيما يتعلق ببرامج الطرحات. هل تباع الأصول المصرية بقيمتها؟ هل تباع الأصول المصرية بالنظرية القضية لتكلفة الفرصة البديلة؟ بمعنى أنا كمواطن عربي أو أجنبي. أتيت إلى مصر لأشتري مصنع. ماذا لو كنت أقمت هذا المصنع من البداية؟ كنت تكلفت مثلا مليار دولار. يبقى هنا لابد من أن يكون تكلفة أي أصل يتين بيعه مليار دولار. لكن التكلفة أو البيع وفقا للعجز الحالي وأننا مزنون ولازم بيعه ده بأثر حتى على البيع. نحن نهدي معظم الأرصول إلى ما لا يستحق إذا كنت نحن بيع وقدر البيع لازم نبيع المصريين وعرب. غالبية المواطنين المصريين هي أسعار المواد الأساسية المواد الخيطائية. التضخم في الفترة الماضية بلغ مستويات غير مسبوقة. ومن المتوقع أن يرتفع كذلك خاصة بعد انتحاب روسيا من اتفاقية الحبوب. وحتى باعتراف رئيس أو محافظ البنك المركزي. رفع الفائدة لن يؤدي إلى كبح هذا التضخم. إذن ما هي الإجراءات المطلوبة هنا؟ هذا ما قلت أن رفع سعر الفائدة لن يؤدي إلى تقليل التضخم. لأن المشكلة لديها متعلقة بزيادة الأموال في البنوك. ولكنها متعلقة بأعوامل أخرى. معظمها من الدولة المصرية ومن الخارج. حتى إذا كان هناك تضخم مستورد من أمريكا. فإن التضخم الذي يحدث الدولة المصرية في شح الدولار وإنفاق الدولارات والقروض في مشروعات. وربما لم نكن نحتاجها الآن. لم تذهب إلى الإنتاج. لم تذهب إلى الزراع. لم نهتم بالسياحة. فبالتالي لدينا مشكلة كبيرة. وسنعيش على الأقل ثلاث سنوات. لأن الدولة المصرية محتاجة 75 مليار دولار. تسددها خلال السنوات الثلاثة المقبلة. من أين لنا بمثل هذه الأموال؟ هل سنبيع كل أصول مصر حتى نشدد؟ هذه مشكلة وإشكالية كبيرة. لكن أتمنى من الدولة المصرية أن تسمع هذا اللفظ. الاقتصاد لا يدار بالقوة. الاقتصاد يدار بالرؤية وبالعلم. والاقتصاد هو الذي يحدد رضا المواطن المصري. هل المواطن المصري راضي عن النجاح الاقتصادي؟ إذا كان حتى معدل النمو في مبارك وست سبعة. النهار ده متكنفة 3 أو 4 من 10. لا يعنيني كمواطن أن معدل النمو 10% أو 5% أو 1%. يعني رضايا عن مرتبي. هل أنا مرتبي لما بنزل السوق بكفي حاجياتي؟ هل أنا مرتبي؟ لو ابني أيه ممكن أهرأ أو الدين المشتشفى ولاقي علاج طبيعي؟ نحن عندنا مشكلة في التعليم وعندنا مشكلة في الصحة. فبالتالي إشكالية المواطن المصري إشكالية كبيرة. لكن أنا الصورة ليست قاتمة بشرط أن تستجيب الدولة المصرية وحكومة المصرية لما نقوله نحن. لما تسمع المتخصين. تسمع الأكاديميين. تذهب إلى المسأل البسيطة. الدولة المصرية وحكومة فشلت في البديهيات الاقتصادية. يعني أمد باقتصاد فشلت في الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة. جزيلة شكر لك من القاهرة حمد الجمل. رئيس القسم الاقتصادي في دورية الأهرام العربي.